قصة الأرانب تعمل بجهب الأرنب فاتي لها سلاسة أولاد صغار ولد اسمه ميمي ولد اسمه كاتو وبنت اسمها ميكي لعب الأولاد السلاسة وجاعوا فجاءوا إلى أمهم وقالوا جعنا يا ماما جعنا يا ماما فقالت أمهم أنتم كبرتم روحوا ابحثوا عن أكلكم قال ميمي صحيح نحن كبرنا وقال كاتو صحيح نحن كبرنا وقالت ميمي صحيح نحن كبرنا وقالوا كلاهما تعالوا نبحث عن أكلنا وراحوا إلى مزرعة وصاروا يبحثون فيها فوجدوا أمامهم لوزة قطن مفتوحة ففرحوا وجروا إلى أمهم وقالوا وجدنا لوزة وجدنا لوزة قطن وقف ميمي وأراد أن يأكل اللوزة وحدة فغضب كاتو وأراد أن يأخذ منه قطع وغضبت ميمي وأرادت أن تأخذ منه قطع وقال ميمي وقال ميمي هذه لوزتي فلماذا تتشاجرون لا تتشاجرون ولا تتشاجرون لوزة قطعوا لوزة القطن لا يصلح للأكل القطن لا يأكل تعالوا معي إلى المزرعة لنزرع البزور التي في اللوزة وسمع الأولاد أمهم ومشاوا إلى المزرعة ولما وصلوا وقفت فاتي تعلمهم كيف يصنعوا القطن وكيف يزرعون وحفر كاتو حفرة صغيرة بمخالبه ووضعت ميك البزور في الحفرة وأمسك ميمي الرشاش وملأها ماء من البئر ورجع وهو فرحان ليسك الزرع وصار الأولاد يذهبون كل يوم إلى المزرعة ويسكون الزرع وبعد أيام زهرت شجيرات صغيرة وأخذت تقبر ثم تقبر وزهر في كل شجرته فرؤا صغيرة كثيرة وأوراقها خضراء ولوز كثير فرح الأولاد ونسوا المشاجرة واستمروا يسكون مزرعتهم ويحرصونها وبعد سبعة أشهر تفتح اللوز وزهر منه قطن أبيض نزير ففرحوا كثيرا وقالوا لأمهم ماذا نصنع بهذا القطن يا ماما وقالت لهم تعالوا نجمع يا أولاد تعالوا نجمعه الآن وراحت ميك تجمع القطن وفتح ميما الكيس وضع فيه كاتو ما جمعه وجمعوا قطن كثيرا فقال ميمي نبيعه ونشتري حلوى وقالت كاتو نبيعه ونشتري فاكهة وقالت ميكي نبيعه ونشتري عقدا فضحكت فاتي وقالت لا 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 يا أولادي البرد يكون شديدا في الشتاء تعالوا نغزل القطن ونصنع ملابس تدفئنا رد ميمي ورد كاتو ورد ميكي وغزلوا القطن وصار القطن خيوطا بيضاء وكانت فاتي تحب اللون الجميل فقالت لأولادها تعالوا نصنع الخيوط ليكون لونها جميلا فوضعوا قدرا على النار وزوبوا فيه الألوان ووضعوا فيه خيوطا وصار معهم أربع كرات كرة خضراء وكرة حمراء وكرة زكرة وكرة صفراء ونصبوا النولى الذي ينسج عليه الخيوط ويصنعون منه كماش وقلست فاتي على مقعدا صغيرا أمام نول وراحت تنسج وتنسج والأولاد يساعدون وهم مسرورون للغاية وصنعوا كماشا كسيرا اللون زاهيا جميلا وكانت فاتي تعرف الزراعة وتعرف الغزل والنسك ولكنها لا تعرف الخياطة والتفصيلة فأخذت الكماشا وراحت إلى دكان الخياطة وقالت له أرجوك أرجوك اصنع لنا ملابسا جميلة فقعد الخياطة يصنع لهم ملابس ويصنع لهم فساتين وبعد أن صنع لهم الخياطة الملابس أخذتها فاتي منه وأعطته الأجر ولبست هي وأولادها السلاسة الملابس الجديدة وأمسكت مظلتها وقالت تعالوا يا أولاد نزور خالتكم تاني لترى ملابسنا الجديدة ففرح الأولاد وقالوا شكرا يا ماما شكرا يا ماما على عزيل نصيحة الجيدة وشكرا على السيابة التي سعتنا على ارتدائها هيا نذهب إلى خالتنا النهاية نهاية القصة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإجابة بهذه القصة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل قصة يتم رفعها على القناة قصة شحة خذ أنت الدراهم مريض القاضي مرضا شديدا فتولى بدلا منه كاتب البلد إلى أن يتم شفاؤه فكان ذلك الكاتب غير عادل وذات يوم كان جحة مر في السوق ليشتري لوازم بيته فجأة وجد رجل من خلفه وصفعه على قفاه صفعة شديدة ساخرة منه نظر جحة إلى الرجل غاضبا وقال ما هذا قال الرجل عفوه يا سيدي سننتك أحد أصدقائي الذين أرفع الكف بيني وبينه فلم يتركه جحة وسكاه إلى دار القضاء واتفق أن الرجل كان من أصدقاء الكتاب وتفاجأ أنه صديقه المكرر فلم يؤبه أو يخشى شيئا بينما أخذ جحة يصف للكاتب ما حدث ولما سمع الكاتب دعواهما حكم على جحة بأن يصفع الريل كما صفعه فلم يرضى جحة بذلك قال الكاتب ما دمت غير راض عن ذلك فإنني أحكم بأن يدفع لك عشر دراهم جزءا نكدا قال الكاتب للريل اذهب أنت وأحضر لنا الدراهم ليأخذها جحة وكأنما يدعوه للهرب وهكذا أفسح الكاتب المجالا للفرار صديقه وانتظر جحة ساعات على غير فائدة نظر جحة إلى الكتاب فرآه مجغولا وهو يقرأ كتابه فظل الكاتب يقرأ يقرأ وكان كتابه صغيرا فتقدم حتى اقترب منه وصفع جحة الكاتب صفعة قوية دولها المكان قال جحة يا سيد الكاتب لا تعجب فإني مجغول جدا وليس عندي وقتا للانتظار وقد أخذت حقي وعليك تأخذ أن تدراهم متى يأتي الرجل بها النهاية مرق الأرانب جحة حمل أحد الفلاحين أرنبا وذهب به إلى جحة وأخذ يترك بابا يا جحة يا جحة فتح جحة الباب وقال للرقل من أنت؟ قال الرقل أنا معجب بزكائك وعلمك وأرجو أن تقبل هذا الأرنب هدية مني إليك فرح جحة وتقبل هذه الهدية شاكرا بعد أن دع الرقل إلى أن يدخل المنزل للغداء معه بعد الغداء ودع جحة الرقل ممتنا أن تتكرر زيارته مرات ومرات وبعد أسبوع مر الرقل على جحة وكان جحة قد نسيه فسأله من أنت؟ قال أنا صاحب الأرنب يا جحة ألا تتذكرني فأكرمه جحة ودعاه على الغداء معه ومدى أسبوع آخر وإذا بأربعة من الفلاحين يدخلون على جحة الدار وسألهم جحة عن شأنهم قالوا نحن جيران صاحب الأرنب ورحب بهم جحة وفي موعد الغداء قدم لهم الطعام ودعهم جحة بعد أن أتوا على الأكل ما في كل على الطاولة وأخذوا يتناولون حتى نفز الطعام في بيت جحة ومدى أسبوعا سالسا وإذا بثمانية أشخاص يقتحمون دار جحة فنهض من مكانه فزعا وقال جحة في زهول من أنتم؟ قالوا نحن جيرانا جيرانا صاحب الأرنب قال جحة لا بأس في داركم هليتم وعلى أهلكم نزلتم وأجلسهم حتى يأتي لهم الطعام أحضر جحة معاون كبيرا به ماء وكان مثل القدر الكبير ساخن فلما زكوه سرخوا قائلين هذا ماءا ساخن قال جحة ضحكا هذا مركة مركة الأرنب في جيراني جيراني صاحب الأرنب